اشتركوا في القناة وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا أرحم الراحمين اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير بلطفك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا بلطفك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين رب شرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا بلطفك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين أيها الإخوة الكرام إن من عظيم نعم الله تعالى على هذه الأمة أن هيأ لها أسباب الرقي والرفع في هذه الدنيا بما أوجده فيها من أنواع العلوم والمعارف وما كانت تلك المعاهد والصروح العلمية إلا لتشييد ذلك البناء العلمي والمعرفي واستمراراً للمسيرة العلمية على مدى الأزمان ولا شك أن من أجل تلك العلوم والمعارف ما كان له تعلق بكتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومن أجل تحقيق هذا المرام والغرض الشريف قلفت الكتب الحديثية والرسائل العلمية التي اجتهد أصحابها في الإفادة مما تقدم من جهود العلماء السابقين المباركة ليكون لهم بعد ذلك شرف المشاركة في تلك الجهود ورد فيها بما يجتهدون فيه من الفوائل العلمية والدراسات الجديدة البناءة إن هذه المادة يا إخوان مادة الحديث النبوي الشريف لها شرف عظيم لتعلقه الشديد بالقرآن وصلتها المباشرة به ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوكل الله سبحانه وتعالى إليه بيان ما في القرآن حينما قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فهي وظيفة عظيمة وشريفة ولكننا في الحقيقة أيها الإخوة يجب أن يكون هناك منهجية واضحة في المادة التي يجب أن نعتمدها في شرح القرآن وبيان القرآن ولذلك أفرغ العلماء جهودهم المباركة في تحصيل السنن النبوية ثم بعد ذلك توافرت جهودهم على دراستها والتحقق من صدقها والتوثق أنها قد وصلت إلينا بطريق صحيح لا غبار عليه حتى يمكن الاعتماد عليها في مثل هذا المقام العظيم مقام شرح القرآن وتفسير القرآن وبيان القرآن ولذلك كان هناك قواعد علوم الحديث أو أصول علوم الحديث ماذا يعني ماذا نستفيد من هذه المادة أن نتعلم الطرق والأساليب التي يمكننا من خلالها معرفة أن هذا حديث صحيح أو هذا حديث مقبول وذاك حديث غير مقبول هذا حديث مقبول وهذا حديث مردود لأنه لابد لنا من أن نبذل الوسعة والطاقة الكاملة في هذا السبيل نعم وليس الأمر قاصرا في الحقيقة على من قد وفّر نفسه على علم الحديث فقط أو اختص بعلم الحديث ولكن ذلك أيضا سبيل بكل العلوم الشرعية إن علوم التفسير قد نقلت أيضا بالإسناد وكثير من فقه الصحابة والتابعين قد نقل إلينا بالإسناد فدراسة الإسناد والتحقق من صدق الرواة وثقتهم أمر مهم جدا لجميع الإختصاصات الشرعية حتى نعرف ما هو الصحيح وما هو المردود حتى نستطيع أن نأخذ من النبع الصاف النقي الذي لا يختلط به الكذب أو سوء الحفظ أو النقل غير الدقيق هذا مما ميز الله به هذه الأمة في الحقيقة ولذلك كان لابد من أن تدرس هذه المادة دراسة دقيقة أما بالنسبة للعلوم الشرعية الأخرى غير الحديث النبوي فعلى كل من يتخصص لذلك أن يكون عنده إلمام ولو بشيء بسيط من قواعد علوم الحديث التي تساعده على يعني كما يقال الحد الأدنى من أصول الحديث وقواعده حتى يستطيع أن يعرف ما ثبت مما لم يفقد من النقول والروايات وفي هذا الصدد فإنني قد آثرت في مرحلة الماجستير في مادة علوم الحديث أن أقرر على حضراتكم كتابا نسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في اختياره كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله الإمام الحافظ المفسر الفقيه وطبعا اسم الكتاب في الحقيقة هو اختصار علوم الحديث ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الذي قام بتحقيق هذا الكتاب سماه الباعث الحثيث فالتسمية هي للشيخ أحمد شاكر لأن أصل يعني تسمية الباعث الحثيث هي للشيخ أحمد شاكر رحمه الله وطبعا أن الإمام بن كثير رحمه الله كان ذا ملكة حديثية قوية جدا وقد استفاد كثيرا من شيخه الذي كان حماه كان أبا زوجته الإمام الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي رحمه الله وقد أكثر من النقل عنه في هذا الكتاب أو نقل عنه عددا لا بأس به في هذا الكتاب معلومات تقريرات علمية دقيقة ومهمة وتوثيقات عن هذا الإمام الذي ربما يغيب عن أذهان الكثير فضله في علم الحديث الإمام أبو الحجاج المزي رحمه الله صاحب كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال المعروف المشهور عند المحدثين الذي يمكن من خلاله معرفة درجات الرواة ومعرفة شيوخهم ومعرفة تلامذتهم إلى غير ذلك من المعلومات المهمة والوثائق إذا صح التعبير الوثائق الدقيقة التي تتعلق لعلم الحديث وتاريخه وتاريخ إجاله ولذلك فإن الإمام ابن كثير رحمه الله قد استفاد كثيرا من شيخه الإمام المزي الإمام المزي ولذلك نلاحظ أنه قد نقل كثيرا من تقريراته المباركة كما أن الإمام السخاوي رحمه الله تعالى قد أكثر من نقل تقريرات شيخه الحافظ الكبير الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث فهذا حقيقة يعد من وفاء التلميذ لشيخه حينما يعتني بنقل أقاويله ونقل تقريراته العلمية التي يستطيع من خلالها الناس أن يعرف ماذا كان عند هذا الإمام العظيم من تراث علمي فكما أن ابن كثير قد اعتنى بنقل تراث شيخه الإمام المزي وكذلك الإمام السخاوي اعتنى بنقل تراث شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله الجميع ومما زاد كتاب اختصار علوم الحديث قيمة هو عمل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى الذي يعد بحق من مجددي هذا القرن ومن المجددين في علم الحديث الذين قد وفروا أنفسهم لدراسته وتعليمه وتخريجه وإخراج الكنوز العظيمة التي كانت حبيسة دور المخطوطات والمكتبات الكبيرة فجاء الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ليخرج لنا تراثا علميا جميلا ورائعا جدا حيث إنه قد حقق هذا الكتاب تحقيقا وملأه بالفوائد العلمية وهنا قضية مهمة جدا أيها الإخوة الكرام إن قضية التحقيق ليست قضية يعني شكلية أو قضية يعني روتينية إذا صح التعبير يستطيع كل إنسان أن يطلق على نفسه اسم المحقق في علوم الحديث أو يجوز له ذلك لا إن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه على اختصار علوم الحديث كان يعرف أين يعلق وأين ينتقد وأين يستدرك وهذه هي ملكة نادرة لا تكون إلا ممن مارس علوم الحديث بوقت طويل حتى استطاع أن يصل إلى هذه الدرجة العظيمة في تحقيق النصوص الحديثية أمر ليس بالسهل أيها الإخوة إن طول الممارسة للعلم هي التي تؤهل الإنسان وتعطيه الملكة الراسخة التي يستطيع من خلالها أن يفيد وأن يضع التقريرات الصحيحة المفيدة للطلبة في هذه العلوم جميعها لقد كان اختياري لهذا الكتاب ليس عشوائيا ولكن لأجل أنه يعني فيه من الفوائد التي لا توجد في غيره وبحكم أيضا الاختصاصات الكثيرة التي كان يتقنها الإمام بن كثير رحمه الله وتعالى ومن شأن العالم حينما تتعدد اختصاصاته أنه يستطيع أن يمزج مسجا جميلا مباركا بين هذه الاختصاصات ليخرج بعد ذلك نتاج علمي مبارك متقن لا يغفل العالم فيه شيئا من مهمات العلم وأساسياته وقواعده ولذلك كان لابد من اختيار كتاب ينفع الطلبة وأيضا يضاف إلى تلك القيمة العلمية سهولة الكتاب وسهولة أسلوبه وألفاظه بحيث يمكن الاستفادة منها سهلة المتناول ليستطيع كل إنسان حينما يقرأ هذا الكتاب أن يفهم محتواه ويدرك مراميه وأهدافه بشكل واضح ودقيق إن شاء الله وبعد الانتهاء إن شاء الله من هذا الكتاب سنقرأ كتاب المقضة في علم مصطلح الحديث للإمام الذهبي الإمام الذهبي بحق ذهبي العصر ذهبي عصره الإمام المحدث شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي الذي يعني يكفي أننا حينما نرى الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله قد شرب ماء ذمزم يدعو الله عند شرب ماء ذمزم أن يرزقه علم الإمام الذهبي فما بالكم بهذا الإمام الذي يشرب الإمام بن حجر ماء ذمزم ومعلوم أن شرب ماء أو الدعاء عند شرب ماء زمزم مستجاب كما جاء في الحديث زمزم لما شربت له هذا حديث صحيح صححه عدد من العلماء والحفاظ ولذلك يعني ما هي القيمة العلمية الكبيرة التي كان عليها الإمام الذهبي رحمه الله حتى شريب ابن حجر ماء زمزم يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه علم هذا الإمام وكان اختياري لكتاب الموقظ في علم الحديث أيها الإخوة أو في علم مصطلح الحديث أيضا لأن الإمام الذهبي رحمه الله قد سلك فيه مسلكا مختلفا عن مسالك كتب المصطلح الأخرى أراد الإمام الذهبي من خلال هذا الكتاب أن يبرز جوانب مهمة من جوانب مصطلح الحديث وعلومه وقواعده ورجاله مما ربما تجده في بعض كتب المصطلح التي تقدمته ولكن هذا الجمع المبارك الذي قام به الإمام الذهبي وهذه الإجتهادات والاختيارات المهمة التي اختارها الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الموقظة لهي من الأمور العظيمة الدقيقة جدا التي تبين لنا أن الإمام الذهبي رحمه الله قد أمضى حياته الذي أمضى حياة أو حياته الطويلة في دراسة هذا العلم المبارك وتحقيقه وتحقيق ما جاء فيه من أمور لا بد من تحقيقها أو رأى أنه لا بد من تحقيقها لأن كثيرا من المسائل هذا العلم ربما نقلت يعني ينقلها اللاحق عن السابق نقلا دون ما تحقيق ولكن الإمام الذهبي رحمه الله ذلك الإمام الحافظ المحقق الذي أراد أن يعمل فكره واجتهاده في إعادة النظر في كثير من المسائل حتى يعطي فيها رأيا محققا دقيقا فلا تعجب أن تجدوا له اختيارات علمية حديثية ربما لا تجدونها في غير هذا التحقيق نعم وهذه الاختيارات كما قلنا مبنية على خبرة طويلة وتجربة عظيمة في هذا العلم استطاع من خلالها أن يؤسس تأسيسا علميا قويا متين في علوم الحديث نعم الإمام الذهبي الذي له كتاب تاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ وكتب أخرى عديدة تظهر ذلك الجانب فقد كان اختصاصه عظيما بدقة البحث في الرجال ودقة البحث في أصول الحديث ومصطلحه أيضا ومما زاد كتاب الموقظ للإمام الذهبي أهمية وزاده رفعة وجعله مميزا أيضا زيادة على تميز التأليف ذلك التحقيق الذي تولاه الشيخ عبد الفتاح أبو غد رحمه الله تعالى ذلك المحقق الذي يعد حقيقة أيضا من مجددي هذا القرن أو مجددي هذا العصر في علوم الحديث والموسوعية التي كانت عنده في البحث في دقائق النقولات التي أو النقولات العزيزة التي لا تجدونها عادة إلا بعد بحث طويل في بطون كتب الرجال وكتب الحديث فكان الإمام والشيخ عبد الفتاح أبو غد رحمه الله قد اعتنى عناية فائقة بذلك أو بتلك الفوائد وتلك النقول العزيزة التي استخرجها من بطون الكتب فكم أمضى وكم أمضى من الأوقات لكي يستطيع أن يخرج لنا تلك النفائس فرحمه الله سبحانه وتعالى ورحم الإمام الحافظ الذهبي حقيقة في المحققين المعاصرين يعني أنا أعد الإمام أو الشيخ عبد الفتاح أبو غد رحمه الله من تلك النخبة الدقيقة من تلك النخبة القليلة التي تميزت بالموضوعية في النقل بعيدا عن التحيز والحياد إلى طرف لون طرف آخر أو ليس الحياد وإنما التحيز أو الميل عفوا ولكنه تميز بالحياد وتميز بالإنصاف والموضوعية فلذلك تجده يعترض أحيانا على بعض أصول يعني التي ينقلها بعض أهل المذهب مذهب الحنفية يعترض يقول هذا ليس مناسبا مع أنه كان حنفيا المذهب رحمه الله ولكنه كان يناقش حينما كان يحقق كتب أبي الحسنات اللكنوي رحمه الله تعالى في الرفع والتكميل وغيره من الكتب فإنكم تلاحظون أنه كان منصفا تمام الإنصاف وهذه في الحقيقة أيها الإخوة من أخلاق العلماء ومن شيامهم أن يبتعد العالم عن التحيز أو الميل أو التعصب لأجل مذهبه فلذلك نحن بحاجة في هذا الزمان إلى أن نسلك هذا المسلك وأن نوصي به إخواننا وأحبابنا الذين قد وفروا أنفسهم على دراسة علوم الشريعة كلها وليس علم الحديث فقط نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا دائما وأن يرزقنا الإخلاص والإنصاف وأن نقدر أعمال العلماء حق التقدير وأن ننزلهم منازلهم دون ما رفع ودون ما إسقاط وإنما نعطي كل ذي حق حقه وننزل العلماء منازلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس منا من لم يعرف لعالمنا نعم وهذا يعني سنة وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من أن نمتثله في حياتنا جميعا والحمد لله رب العالمين هذه مقدمة بين يدي لراسة مادة علوم الحديث لمرحلة الماجستير إن شاء الله رأيت أنه لا بد منها حتى نستطيع إن شاء الله أن ندخل إلى هذين الكتابين دخولا واضحا بينا نبين فيه أهم المسائل المتعلقة بعلوم الحديث ابتدأ الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في كتابه اختصار علوم الحديث بتعداد أنواع الحديث فقال صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه كيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسناداً ومتناً مختلف الحديث المزيد في متصل الأسانيد المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة المهم إلى آخره ذكر أنواع علوم الحديث التي ذكرها الإمام أبو عمر بن الصلاح رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بعلوم الحديث هذه والتي سماها أنواع علوم الحديث طبعاً الإمام بن كثير عرضها عرضاً من باب التأدب واحترام من سبقه من أهل العلم الذين قد وفروا أنفسهم على هذا العلم واجتهدوا فيه ولا شك أن الإمام أبا عمر بن الصلاح رحمه الله من أولئك العلماء الذين لهم يد طولة في هذا العلم بما ضبطوه بما ضبطه في كتابه علوم الحديث وأتقنه إتقاناً جميلاً ولذلك توفر العلماء أو كثير من العلماء على شرح كتاب علوم الحديث ومنهم الإمام الزركشي والإمام بن حجر في كتابيهما النكت وغير هؤلاء من العلماء وطبعاً من المعلوم أن الإنسان حينما يرزق كتابه القبول فهذا طبعاً من فضل الله سبحانه وتعالى عليه وهذا فيه إشارة إلى أنه قد اجتهد وسعه وبذل وسعه في إخراج ذلك التراث النفيس فلولا نفاست ذلك الكتاب لما اجتهد العلماء في شرحه أو اعتنى العلماء بشرحه وبيان فوائده والتنكيت عليه طبعاً ابن كثير يقول هذا تنويع الشيخ أبي عمر وترتيبه رحمه الله وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها نعم يقول ابن كثير وفي هذا كله نظر نعم أبو عمر رحمه الله ابن الصلاح يقول أنه يوجد غير هذه الأنواع لا تنحصر فيرد عليه الإمام ابن كثير ينتبه ماذا يقول وفي هذا كله نظر بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر ولا يعترض عليه في المسميات وإنما يعترض عليه في التعداد الكثير ما هي حجة الإمام ابن كثير رحمه الله يقول إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره أليق انتبه إلى العبارة الجميلة يقول أليق لم يقل قد أخطأه ويقول فيه نظر ولم يقل هذا خطأ والصواب الإدماج وهذا من أدب العلماء مع بعضهم ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه يعني نحن يمكننا أيها الإخوة أن نلتمس العذر للإمام ابن الصلاح رحمه الله أن الإمام ابن الصلاح يعني جمع هذا الكتاب وألفه يريد فيه الإفادة ولكل نجتهاده في الترتيب أيها الإخوة يعني لا نستطيع أن نلزم إنسانا بما يراه الآخر في ترتيب أو في سلوك طريق معين أو منهجية معينة فهذا الأمر مما يرجع إلى الاجتهادات فلربما عندما نسأل الإمام ابن كثير الإمام أبا عمر بن الصلاح رحمه الله عن سبب هذا الترتيب يعطينا يعني سببا مباشرا لأن ابن الصلاح رحمه الله ليس من يعني ممن يغفل عن قضية وضع كل شيء إلى جانب نظيره أو ترتيب النظائر إلى جانب بعضها البعض لا وهو العالم الأصولي فقد كان فقيها أيضا أصوليا الإمام أبا عمر بن الصلاح ولهذا لا نستطيع أن نطلق التخطئ على ظاهرها هكذا على ظاهر ما نراه لا بد أن نتفكر أحيانا ما هو غرضه أو هدفه في هذا الترتيب إذن القضية اجتهادية وما دامت اجتهادية فنحن نقول هذا التعقب الذي تعقبه عليه ابن كثير أيضا اجتهاد ولذلك نحن بين خيارين أن نقبل اجتهاد أبي عمر بن الصلاح أو أن نقبل اجتهاد الإمام ابن كثير رحم الله الجميع الآن جيد نحن نمشي على ترتيب الإمام ابن كثير رحمه الله ما دمنا ندرس كتابه ولذلك رحمه الله قام بترتيبه ترتيبا علميا أقرب إلى الطريقة الأكاديمية التي نألفها نعم ويعني وإن كنت أنا أميل إلى رأي الإمام ابن كثير في قضية الترتيب ولكنني في نفس الوقت ألتمس العذرة لأبي عمر بن الصلاح فيما رآه واجتهده في قضية ترتيب كتابه علوم الحديث يقول الإمام ابن كثير رحمه الله النوع الأول الصحيح ثم يقول تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعف قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف قلت يعني ابن كثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف يعني إلى نفس الأمر يعني إلى نفس حالة الحديث من الصحة أو عدم الصحة وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك تمام يعني يوجد هناك أنواع أخرى يعني القضية ليس التقسيم اصطلاحي يعني هذا التقسيم له اعتبارات متعددة ولذلك تقسيم العام الرئيسي النقود صحيح وضعيف وبالنسبة للتعبير المعاصر في كثير من كتب الحديث ماذا يقولون مقبول ومردود هذا المعنى هذا المقصود إلى ما في نفس الأمر يعني إما مقبول وإما مردود إما صحيح وإما ضعيف فقضية الحسن والقوي والجيد نجد كثيرا من اصطلاحات العلماء إسناده جيد إسناده قوي إسناده لا بأس به من العلماء السابقين فتحت أي نوع ندرج هذه الأنواع لا بد أن يكون هناك ترتيب عام رئيسي الترتيب العام الرئيسي صحيح وضعيف أو مقبول ومردود وهذا في الحقيقة مقبول جدا حينما يعني يقسمه الإمام ابن كثير لماذا لأن كل ما قيل فيه حسن أو جيد أو قوي أو لا بأس به من أحكام العلماء السابقين فإنما يندرج تحت الصحيح يعني المقبول ولذلك أقسام الحديث الصحيح متعدد درجات لأن الحديث الصحيح درجات وليس درجة واحدة نعم درجات متعدد ولذلك فإن الحسن والجيد والقوي قسم من الحديث الصحيح وليس قسيما للحديث الصحيح ولكن الضعيف قسيم يعني قسم آخر منفصل تماما حينما نقول قسم يعني هو يدخل تحت المسمى فعندما نقول حديث حسن يعني مقبول أو من الأحاديث الصحيحة لأن الأحاديث الصحيحة ليست درجة واحدة عند العلماء المتقدمين ولكن علماء المصطلح حينما جاءوا ليضبطوا المعاني ضبطا دقيقا لأجل البيان والتوضيح فرقوا بين الصحيح وبين الحسن وكذا إلى آخره نعم هذا التفريق لأجل البيان ليس لأجل الاعتماد بمعنى أنه لا يمكن تجاوز هذا التقسيم أو هذا الترتيب لا لأن الترتيب العام عند العلماء السابقين كان بين صحيح وضعيف أو بين مقبول ومردود نعم الآن ماذا يقول تعريف الحديث الصحيح تعريف الحديث الصحيح يقول أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا نعم طبعا هذا المعروف عند جمهرة علماء الإصطلاح الذين استقروا على هذا الإصطلاح في تعريف الحديث الصحيح ولاحظوا أنه هنا يقول بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط يعني كأن الإمام ابن كثير هنا بدأ بتعريف الحديث الصحيح يعني الدرجة العليا من الحديث الصحيحة لأن هذا هو الدرجة العليا العدل الضابط ولذلك سوف يبين لنا بعد قليل مقصوده بهذه المفردات التي اجتمل عليها هذا التعريف الحديث المسند طبعا هنا يفسر لنا كلمة المسند يعني الذي اجتمل على إسناد الذي كان له إسناد ولكن أي إسناد المسند الذي يتصل إسناده ليس أي مسند ليس أي حديث له إسناد مما يصح أو يكون مقبولا عند العلماء لا لكن الذي يتصل إسناده هذا هو الشرط الأول ثم ينتقل بعد ذلك إلى قضية نوعية هؤلاء الرواد فيقول بنقل العدل الضابط أمور العدالة أمور متعددة تختلف عن قضايا الضبط فلا بد أن يجتمع في الراوي قضية العدالة وقضية الضبط فلذلك يقول بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط يعني أن تكون سلسلة الإسناد أو رجال الإسناد كلهم بنفس الصفة من الدرجة العلمية من الدرجة العالية في الثقة والعدالة نعم إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا يعني ربما يسأل سائل إذا كان متصلا وكل رجاله عدولا ثقات أو عدول وكل رجاله عدولا ضابطون فأي معنى لكلمة لا يكون شاذا ولا معللا بعد قليل سيتبين لنا أن كثيرا أو عددا من الأحاديث التي نطبق عليها شرط الاتصال وشرط العدالة والضبط هي ضعيفة بسبب وجود الشذوذ والعلة إذ إن هذه الأمور قضايا دقيقة لا يدركها إلا من جمع طرق الحديث وقام بدراستها دراسة علمية صحيحة وهنا فائدة التخريج نعم ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في روايته نوع جرح قال وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث يعني هذه الدرجة العالية أيها الإخوة من الأحاديث الصحيحة هذه الدرجة العالية من الأحاديث الصحيحة هذا محل اتفاق بين العلماء لا تجد أحدا يخالف آخر فيما اتصل إسناده بنقل العدول الضابطين من أوله إلى منتهى دون شذوذ أو علة لا خلاف بين العلماء في ذلك هذه أعلى درجات الصحة ولكن بقية الأقسام بقية أقسام الصحيح مما يطلق عليه بعض العلماء اسم الحسني أو اسم الجيد أو القوي أو لا بأس به وما إلى ذلك هذا الذي هو محل اتفاق واختلاف بين العلماء نعم هذا هو الذي يكون محل اختلاف بين العلماء فليس الأمر مطلقا هناك قيود مهمة إذن النوع الأول هو المتفق عليه من أنواع الصحيح أو من أقسام الصحيح وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل سوف نتحدث إن شاء الله عن قضية المرسل وأنه كان هناك حد فاصل بين العلماء في الزمن حد فاصل أو حد زمني فاصل بين العلماء الذين كانوا يقبلون الإرسال قبولا مطلقا وبين العلماء الذين وضعوا لذلك ضوابط مهمة وشروطا لا بد من تحققها في ذلك المرسل حتى يقبل قلت فحاصل حد الصحيح يعني الإمام ابن كثير هو صاحب هذه المقولة أنه المتصد سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه لأن ابتداء السند يكون من عند المصنف وانتهاءه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الابتداء من عند المصنف صاحب الكتاب صاحب المسند صاحب الصحيح صاحب الجامع صاحب المصنف وانتهاءه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابي أيضا أو إلى تابعي أيضا فمن تهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع ومن تهى إلى صحابي فهو الموقوف ومن تهى إلى تابعي فهو المقطوع وسوف نأتي على بيان هذه الأنواع إن شاء الله بعد ذلك يقول فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل ضابط عن حتى حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة وقد يكون مشهورا أو غريبا يعني قضية الشذوذ كما قلنا وقضية العلة أمور تتبين كيف تتبين لمن يمارس هذا العلم بعد جمع الطرق وتخريجها من مضانها ودراسة أحوال رواتها والمقارنة بين هذه الروايات ولذلك قال العلماء الحديث إذا لم تجمع طرقه لا تدرك علته طبعا هذه العلة بالمفهوم العام يدخل فيها على رأي العلماء السابقين الشذوذ أيضا فإن الشذوذ علة فإن الشذوذ علة أيضا ولذلك أمور لا بد من معرفتها بشكل دقيق ولا يمكن معرفتها وإدراكها إلا بجمع الطرق يقول ابن كثير رحمه الله وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله ما هو المتفاوت يعني حتى أصح الصحيح أو حتى الدرجة العليا من الصحيح أيضا فيها تفاوت كيف ذلك يقول ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها يعني بعض العلماء يعبرون بكلمة أصح الأسانيد بمعنى حتى ولو كان الرجال من درجة العليا فهناك أسانيد أصح من بعضها البعض كيف هناك علاقة بين الرواة سنأتي على ذكرها إن شاء الله في المباحث اللاحقة هذه العلاقة بين الرواة ربما يكون هناك راون أو تلميذ مختص بشيخ معين وهذا الشيخ مختص بشيخه وهذا الشيخ مختص بشيخه فهذه اعتبارات مهمة عند العلماء وعلى هذا الأساس يعبرون عن أصح الأسانيد فعن أحمد مثلا وإسحاق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وهو قرينه وصديقه يقول أصحها الزهري عن سالم عن أبيه يعني الزهري مختص بسالم بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر مختص بأبيه هذا إسناد مدني عال إسناد مدني كان معروفا من أسانيد أهل المدينة يعني فعند أحمد وإسحاق يذهبون أو يذهبان إلى أن هذا هذا الإسناد الزهري عن سالم عن أبيه هو أصح الأسانيد وقال علي بن المدين والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي محمد بن سيرين عبيدة علي عبيدة السلماني هذا من كبار علماء الكوفة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا رأي علي بن المدين والفلاس ويحيى بن معين ماذا يرى وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود الأعمش عن إبراهيم عن علقم عن ابن مسعود يا أخوة لو أننا رجعنا إلى كتب الرجاء كتب الحديث عفوا كتب السنن ونظرنا نجد كثير من الأحاديث بهذه الأسانيد فعلا هذه الأسانيد مهمة قد روي بها كثير من الروايات يعني عندما يقرر هذا الإمام أو هذا العالم أو ذاك أي هذه الأسانيد أصح من غيرها فهذا مبني على التجربة الطويلة والممارسة الطويلة والقراءة الطويلة في كتب الرجال في كتب السنة وكتب الحديث حتى استطاع أن يحدد أن هذا أصح الأسانيد ليس القضية للكثرة فقط ولكن القضية للملازمة لعلاقة الملازمة بين هذا التلمير وذاك الشيخ نعم هناك ملازمة وقضية الملازمة بعد ذلك جاء يعني انبنى عليها وجود أجزاء حديثية تمام أجزاء حديثية خاصة بهذا الإسناد أو نسخ حديثية أجزاء خاصة للإمام الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وأجزاء أيضا للزهري عن سالم عن أبيه طبعا كثير من هذه الأجزاء غير موجودة الآن كانت في زمانهم موجودة لذلك صحف الإمام الزهري كثيرة ولذلك يعني هو يعني أفرد هذه الأسانيدة في جزء لكثرة ما جاء فيها إذن قضية تتعلق ليس بالكثرة فقط وإنما لملازمة هذا التلميذ لذلك الشيخ الإمام البخاري لها رأي آخر يقول ابن كثير وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر إسناد 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 مدني آخر غير إسناد الزهري عن سالم عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر فعلا هذا إسناد أيضا رؤية به كثير من الروايات ولسيما في موطأ الإمام مالك وزاد بعضهم الشافعي عن مالك يعني زاد في يعني في تلامذة مالك من هو أشهر من حمل عن مالك فذكروا الإمام الشافعي إذ هو أجل من روا عنه حقا يعني لذلك له موطأ ولكنه غير موجود من الموطأات التي روي بها موطأ مالك الإمام الشافعي حمل موطأ مالك كله ولكنه غير موجود يعني حمل الموطأ عن إمام مالك جمهرة كبيرة من العلماء نعم والذي بقي منها ليس كثيرا هناك موطأ يحيى بن يحيى الليثي المعروف المشهور بموطأ مالك وهو أكثر الموطأ التداولا نعم وأيضا موطأ عبد الله بن مسلم القعنبي وموطأ سويد بن سعيد البغلاني وموطأ بن وهب عبد الله بن وهب أيضا المصري فكل هؤلاء في الحقيقة يعني علماء كبار ولكن أجلهم كان الإمام الشافعي رحمه الله وتعالى فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نتعلم هذا العلم ترجمة نانسي قنقر